ثم الأستاذة يسرى كانت سألت أكتر من سؤال هي عايزة دعاء لإذهاب الضيق وبتقول غير الأذكار اللي هي متسجلة وإحنا بننزعها لكن في أذكار كتير جدا من ضمنها وأشهرها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ده دعاء سيدنا يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت واجتمعت عليه ضوائق كثيرة ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وهو في عمقه في داخل بطن الحوت وكان قمة في الضيق وبالتالي سأل الله سبحانه وتعالى وتوسل بالتوحيد سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين كثرت الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت قول لا حول ولا قوة إلا بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كان هذا الذكر شفاء من 99 داء أيسرها الهم فتبقى بأعداد يعني على قدر الضيق على قدر الزكر واستغراق الوقت في الزكر أقوله على الأقل مرة ثلاثة خمسة سبعة مش مشكلة لكن كل ما زيد كل ما يعني يعني بيخالط قلبي أروار الزكر فبهدى الإنسان يهدى وبالذات لا حول ولا قوة إلا بالله بأعداد نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشرح صدر حضرتك بالنسبة ليه حكم مشاهدة الأفلام إحنا قلنا الكلام ده قبل كده على حسب المحتوى لو كان الهدف بتاعها يعني القصة طيبة وهادة فجاز الإنسان أنه يشاهدها وإلا فلا يجوز لكن لو حاجة بقى خليعة من أولها الأخيرة ومعروف كده فأنا خلاص حاجتنبها أو شاهد شيء رفه بيه وفي نفس الوقت يحصل للإنسان نوع من الاستمتاعنه بيشوف حاجة لطيفة يخفف بيه عن نفسه عناء اليوم وفيها قيمة ما تبقاش حاجة يعني مسفة هفترض أنه ممكن تكون قصة كويسة لكن جالي عرض ليه بعض المشاهد اللي أنا أشوف أنه أنا ما ينفعش أنه أشوفها خلاص أغض الطرفة عنه وأوالب أغير لغاية ما ييجي مشهد تاني وأرجع تاني للقصة لكن الإنسان المؤمن حرصه ده شيء كويس لكن برضو هو مش هيدير ظهره لكل التطورات لأنه البشرية للإنسان بيوصل لها ويقدر أنه هو يستفيد بيها وكل حاجة في الدنيا فيها الوسائل كثيرة ومتنوعة ممكن أستعمل الوسيلة دي غلط ممكن أستعمل الوسيلة صح بحسب الهدف والمضمون اللي أنا عايز أستعملها من أجله فما أقدرش أقول أنه كل الأفلام ما ينفعش أشوفها ولا كل الدراما ما ينفعش أشوفها ده كلام مش منطقي إنما أشوف من الأفلام وأشوف من الدراما الحاجات الطيبة اللي ترقى بوجدان الإنسان وده لون من ألوان الفنون اللي ترقى بنفس الإنسان وعقل الإنسان وروح الإنسان طالما كانت أهدافه طيبة مضمينه صالحة تقدم نفع ليه الإنسان ولازم أنها حتنسج في شكل أدبي ودرامي يشد المشاهد يعني هذا القدر لازم هيكون موجود في غير إسفاف وفي غير معارضة لنصوص الوحي الشريف فالموضوع ده يعني كده واضح وإحنا تكلمنا في الموضوع ده مرارا وتكرارا بالنسبة ليه سؤال حضرتك التالت الخاص بإنك أدركتي من صلاة العصر الرقعة التانية وبتقولي هل أنا كده حاخد ثواب صلاة الجماعة نعم سيدتي الفاضلة حصل لك ثواب الجماعة ولو أدركتي حتى صلاة الجماعة قبل التسليم يعني خلاص الإمام حيسلم والمأموم كده دخل أدرك بس قبل ما يسلم لك أدركتي ثواب الجماعة وإن شاء الله بإذن يا ربنا يبارك ويتقبل ودائما يكون عندك الحرص على صلاة الجماعة لما فيها من مضاعفة الأجر والثواب والمؤمن دائما عنده حرص على زيادة حسناته يا صاحبة السؤال الأستاذة يسر ترجمة نانسي قنقر